مشاهدينا وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية السيد محمد حامد بحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد إذن إلى أين تتجه الأمور بعد تصريح كوريا الجنوبية الأخير أهلا وسهلا بكم سيدة المشاهدين بالنسبة لعلاقات دولية الكوريا الشمالية في رأيي أن لقاء ترامب سيتم البناء عليه كثيرا ولكن علينا أن ندرك أن كوريا الشمالية هي المستفيد الأكبر من هذا اللقاء وليس سنة المتحدة في رأيي أن الإدارة ترامب قامت بقفزة في الهواء وقفزة نحو المجهول عندما قررت لقاء ديكتاتور عطيك في الدكتاتورية لديه سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان هو والده وجده هي بعد كل ذلك وقررت في قرار مفاجئ لترامب أن يلتقي بالرئيس كيم أون على الرغم أن هناك الحديث عن بوادر اتفاق سلام وتحويل الهدنة إلى اتفاق سلام بين الكوريتين ولكن يبدو في الأفق أن كوريا الشمالية هي المستفيدة من هذا اللقاء لن تقدم تنازلات كما نتوقع وإذا قامت بتقديم تنازلات فسيكون عبر تفاوضية طويلة وليس قصيرة الإدارة الأمريكية مستعدة للقاء فقط وليس غير مستعدة لما بعد اللقاء في رأيي أن ترامب سيلتقي الرئيس الكوري الشمالي لكي يتنظر عليه ويحكي عنه أمام الإعلام الأمريكي ويكتب تويتات للسخرية منه كما سخر من قبل وقال عليه سمينه قصير لا ليس علينا أن نعاول كثيرا أن كوريا الشمالية ستلقي تاريخ البرنامج الناوي الكبير الذي أعدته منذ تسعينات القرن الماضي في لحظة من أجل عيون ترامب وهذا أجل حقيقي في رأيي كان على الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أن لا تجازف وتلتقي بالقادر الرئيس مقابل رئيس وكان هناك الأفضل أن يكون نائب رئيس أو وزير خارجية بامبيو أو من قبله تريلسون لكن عندما يلتقي رئيس مقابل رئيس هذا أصبح الرئيس الكوري الشمالي على قدم السوامع الرئيس الأمريكي التي تحدثنا دائما عن مبادئ حول إنسان وكامل الحقوقية تلتقي برئيس ديكتاتور سجيله حافل به انتكت حول الإنسان كما ذكرت بالإضافة لا ننسى مادلين أولبرايد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة التقت الرئيس الكوري الشمالي السابق وهو والد الرئيس الحالي وكان هذا على مستوى منخفض لكن أنت تجازب بإدارتك وتريد أن تلتقي لمطلب شخصي منك والتي تريد أن تقول أنني أصير عكس سياسات أوباما وألتقي بالرئيس الكوري الشمالي طيب هذا سيد محمد في حال تم اللقاء فعلا بين الرئيسين بماذا تفسر تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة هناك إمكانية من انسحاب من القمة بينه وبين كيم طبعا المرتقبة الشهر المقبل برغم كل هذه التحضيرات هل هذه وسيلة ضغط على كيم مثلا برأيكم لا في رأيي أن الولايات المتحدة لن تبيع علاقتها باليابان وكوري الجنوبية من أجل عيون كوريا الشمالية التي حتى الآن لم تقدم لها تنزلات حقيقية أنها ستلقي ببرنامجها النووي الشمالي في البحر الأصفر على سبيل المثال ننظر إلى ماذا تفعل إيران بالعالم من أجل التخلي على برنامجها النووي وكيف تفاوضت مع العالم لمدة 30 عامل لكي ينتهي التفاوض إلى اتفاق مهدد بالإلغاء فما بالك بكوريا الشمالية الرئيس الكوريا الشمالي ليس مغفلا ولا يمكن الضحك على ذقنه وهو يعرف ويدبر ما يريد هو يريد تخفيف العقوبات يريد فتح نوع من المجال أمام بلاده لكي تحصل على مكاسب اقتصادية من جرانها خاصة كوريا الجنوبية واليابان في رأي تصريحات كيم أون عنها أنه لن يعترض على بقاء القوات الأمريكية في جنوب كوريا هذا كلام برضو مردود عليه لأن هناك ربع مليون جندي أمريكي في كوريا الجنوبية هدفهم حماية كوريا الجنوبية واليابان من السواريخ البلسلية ومن أنشطة النووية لكوريا الشمالية فلن يتركوا هم مهددين لكوريا الشمالية والحكمة إذا دخل فيه عملية تفاوضية بعد لقاءه مع الرئيس ترامب فهو مطالب بتغيير وتحسين شكل كوريا الشمالية الذي بني على مدار عقود وهو سينقلب على إرس والده وإرس جده وهذا أمر غير سهل في رأيي أن الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى الكونجرس الأمريكي هناك من رفض لقاء فيدل كاسترو وأوباما وقالوا لا للتطبية مع كوريا مع عقوبة فهي دولة منبوزة الآن نجد وكان الجمهورين يقولون ذلك لعلى أوباما الآن الجمهورين يصفقون ويرحبون للقاء ترامب مع الدكتاتور الكوريا الشمالي وهذا تناقض واضح وفج فهو الدفاع عن الرئيس وإدارة ترامب حتى لو أخطأت في لقاء رأس القيادة الأمريكية مع رأس القيادة الكورية وليس نقبل رئيس الأمريكي أو وزير الخارجية أو ما إلى ذلك فأنا أعتقد أن الجائزة الكبرى لكوريا الشمالية وبيونج يونج وقيادتها هو لقاءها بترامب وأن يظهر رئيس الكوريا الشمالي أنه ليس منبوزا وليس غير مهتم بيه على الساحة الدولية وفي رأيي أن العقوبات لن ترفع عليه وهو سيف العقوبات أصبح حاميا ولذلك هو يريد أن يفتح مجال مع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وأن ترى الولايات المتحدة اتفاقا معه طيب سيد محمد فرض مزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية هل هي وسيلة ناجعة برأيكم الآن للضغط على كوريا الشمالية والكف عن استمرار في برنامجها النووي؟ لا في رأيي أن الأوروبا الآن عكس ترامب تماما في التطبيق مع كوريا الشمالية بعكس أن أوروبا تدعو إلى التطبيق مع إيران وعدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران في المقابل ترامب يدعو للإلغاء الاتفاق النووي مع إيران هذا يدل أن السياسات الأمريكية في إطار التفاوض الدولي على ملفات ساخنة زي ملفات النووية في إيران أو كوريا الشمالية هي سياسات ارتجالية وهوائية للغاية تدعو يعني ترجع إلى رغبة الرئيس ترامب وأهواء بالإضافة رئيس ترامب ورّت نفسه في تصريحات غريبة بخصوص سوريا والإنسحاب بسوريا وورّت نفسه بخصوص الأقراد وجامل تركيا في ملف الأقراد وأيضا أنا في رأيي أنه ورّت نفسه في قبوله بلقاء الرئيس الكوري الشمالي كما ذكرت ديكتاتور منبوز يعني وياتي وتحدثها تتعرض لإهانة لتاريخها وقيامها عندما تلتقي هذا الرئيس بهذا الرئيس لرغبة شخصية للرئيس ترامب كما ذكرت هو يريد التنذر عليه يريد انتقاده الأوروبا في الموقف السليم استمرار العقوبات هو موقف سليم عودة الحياء التفاوض السوداسي على مستوى الزراعي الخارجية أمر سليم نعم طيب سيد محمد عملية السلام هذا كوريا الشمالية المستفيدة الأكبر من الله نعم عذرني على المقاطعة عملية السلام هذا هل ستعيد السلام إلى شبه الجزيرة الكورية وهل يمكن أن نشهد يابان ثانية وماليزيا ثانية في المستقبل لا في رأيي سيدتي الفضلاء وأؤكد أن الرئيس ترامب ارتجالي في بناء سياسة الخارجية الرئيس ترامب يحشد قوته منذ عندما كان مرشحا تجاه الصين وأراد أن يعاقب الصين تجاريا وألغى التفاق التجارة بين وبين الصين وفرض عقوبات على الورادات السنية الصين الآن سوف تتلعب بالوقت المتحدة في مالات الفرية الشمالية وده أكبر دليل أن قرار الرئيس ترامب ارتجالي للغاية وغير مدروس وأنه لقاء رئيس مقابر رئيس هذا أكبر خطأ والصين أتى لها ملف ساخن وتستغل في مواجهة ترامب وسياسات ترامب الاقتصادية التي تهدف إلى عقابه ومعقبت شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا من القاهرة سيد محمد حامد بحث في القانون الدولي والعلاقات ترجمة نانسي قنقر